اعتبر وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجي انوار جرغاش ان تفاقم الازمة الحالية بين المملكة والامارات والبحرين ومصر مع الدوحة هي انعدام الثقة وقال جرغاش ان دعم قطر لتنظيمات الارهابية في سوريا اضعف المعارضة المعتدلة مشيرا الى توروط الدوحة بدعم ارهابيين في سوريا وليبيا اضاف ان قطر لها علاقات بالقاعدة وتنظيمات مشابهة كما انها تاريخيا تمويل الارهاب على اعلى المستويات واتبع الوزير الاماراتي ان قطر انفقت الملايين لاضعاف مصر وعملت على زعزعة استقرار السعودية واضح ان دور القطرية في زعزعة الاستقرار يجب ان يتوقف واكد جرغاش ان الدول الاربع لن تصعد اكثر من التدابير السيادية التي تحق لها في سبيل ضمان لتعود قطر لدعم الارهاب ودعا الى فرض مراقبة دولية على قطر لتأكد من التزامها بتعهداتها ووقف رعايتها للافكار الارهابية